بحضور العاملين بالأمان العامة للحكومة جرى صباح اليوم بمقر الأمان العامة للدولة مناسبة حفل تسليم والتسلم بين الوزير الأمين العام للحكومة السابق دكتور أبد الله صابر فضل والجديدة السيدة أسيا محمد أبو تقرير بحر الدين أبد الشافي توت التعديل الوزاري الذي شمل عدد من الحقائب الوزارية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري فقد جرى حفل التسليم وتسلم بالأمان العامة للحكومة بين الوزير السابق عبد الله صابر فضل والوزيرة الجديدة أسيا أبو وفي كلمته الوزير الأسبق عبد الله صابر فضل شكر فقامت رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو على الثقة التي أولاه إياه وخاصة على رأس الوزارة التي قضى فيها أربعة سنوات مطالبا من العمال مساندة الوزيرة الجديدة كما أكدت الوزيرة بالأمانة العامة السيدة أسيا أبو على الثقة التي أولاها فقامت رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو على الأمانة العامة للحكومة مطالبة العاملين بالأمانة العامة مساندتها حتى تؤدي رسالتها التي أوكلت إليها شاكرة للوزير الأسبق على الجهود التي بزلها خلال فترة عمله في الأمانة العامة وفور استلامها لمهامها كأمينة عامة للحكومة فقد رأست السيدة أسيا محمد أبو حفل تسليم وتسلم مهام بين الوزيرة السابقة لشباب الرياضة سيدة حبيبة سولبة والوزير الجديد محمد صالح هروم تقرير ياسر محمد أحمد بعد مرسوم رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ الرابع والإشرين من ديسمبر الذي تم بموجبه التعديل الوزاري ودمج وزارة الشباب والرياضة والترفيه إلى وزارة الثقافة والتنمية السياحية والحرف اليدوية يأتي تدبيق هذا المرسوم رسميا بتسليم حقبة وزارة الشباب والرياضة والترفيه إلى وزير الثقافة والتنمية السياحية والحرف اليدوية الذي تسلمها من الوزيرة السابقة حبيبة سولبة حيث شكرت سولبة القيادات العليا على إيطائها السقة ومنهها إدارة الوزارة لمدة خمسة أشهر ساردة الإنجازات التي حققتها توالح هذه الفترة محمد صالح هروم من جانبه شكر الحكومة على تجديد السقة وقال إن هناك تحديات كبيرة يجب رفؤها مؤكدا بأنه يحتاج إلى وقفة كل من منسوبي الوزارة للوصول إلى الحدف المنشود وفي نهاية المناسبة تم توقيع لمحضر التسليم وتسلم بين الوزيرين بهضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالإصلاحات والعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا أبو ترجمة نانسي قنقر